بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين أركان الحج وواجباته ولو اقتصر الحج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بميناء ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه بيان أركان الحج الأربعة أولا الإحرام وهو نية الدخول في النسك وهو غير التلبية قول وغير لبس الإزار والرداء فعل ثانيا الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العيد قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أخرجه بعض أصحاب السنن ثالثا طواف الإفاضة أو طواف الزيارة ويكون بعد الوقوف بعرفة وهو غير طواف القدوم رابعا السعي بين الصفا والمروة قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله واجبات الحج سبعة أولا الإحرام من الميقات ثانيا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا ثالثا المبيت بمزدلفة رابعا المبيت بميناء ليالي أيام التشريق خامسا رمي الجمار سادسا الحلق أو التقصير سابعا طواف الوداع لغير الحائض والنفساء لمن أراد مغادرة مكة ولو بعد أشهر الحج ولم يذكره المؤلف مواقيت الحج والعمرة أولا مواقيت زمانية ألف الحج أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة با العمرة ليس لها زمن معين ثانيا مواقيت مكانية للحج والعمرة معا ألف ذو الحليفة للمدينة ومن مر عليها با الجحفة للشام ومصر والمغرب جيم قرن المنازل لنجد دال يلملم لليمن ها ذات عرق للعراق مستحبات الحج أولا الاغتسال للإحرام والتطيب ثانيا لبس إزار ورداء أبيضين للرجال ثالثا تقليم الأظافر وأخذ الشعر الذي يلزم أخذه قبل عقد نية الإحرام رابعا التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة خامسا طواف القدوم للمفرد والقار سادسا الرمل في الأشواق الثلاثة الأولى في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع والرمل هو الإسراع في المشي سابعا الاطباع في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع وهو أن يكشف كتفه الأيمن ثامنا تقديم الجمع بين المغرب والعشاء في مزدرفة حال وصوله إليها تاسعا المبيت بمنا ليلة عرفة عاشرا تقبيل الحجر الأسود الحادي عشر الوقوف في مزدرفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى قبيل الشروق ومزدرفة كلها موقف فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة